بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين صدق الله العظيم أنت عارف طبعاً أن زاكي أكتر منهم وحيال كتير يا فلتة صح ولا إيه؟ هو أنت مش هتقول حاجة يا فلتة ولا إيه؟ فلتة هو أنت ساكت كده ليه؟ أنت حتى ما بتتحركش؟ لا لا إيه ده؟ أنت بتتهزي كده ليه؟ إيه ده؟ فلتة يا فلتة يا صعيم حبيبا هكرت كل أنظمت يا صعيم قدرت تلاقي كل الأماكن الباقية من الرموز الإلكترونية؟ أنت بتقول إيه؟ السلام عليكم يا بائع البهجة والألوان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً بيكم في محل المتواضع قلوا لي بقى أساعدكم إزاي؟ أنا عندي أحسن أماش وأحلى وأبهج ألوان في الحقيقة إحنا مش جايين نشتري أماش إحنا بس جايين نسأل عن رسالة الأمان حاضر اتفضلوا هي دي رسالة الأمان أنت متعرفش إيه جوا الرسالة دي؟ أو مين الدهالك؟ لا لا أنا معرفش حاجة خالص لأن دي أمانة هو الدهاني واحد وقال لي خليها معك أمانة ولما حد يجي لك يقول لك إديني رسالة الأمان الدهاله على طول وإنتوا طلبتوها وأنا أهو بأدي الأمانة وإديتها لكم ماشي شكراً لحضرتك روحوا الصحرة وطلبوا الأمان هناك وسط الرملة هتلاقوا الحياة أه أه لغز جديد هو بيطلب مننا نروح الصحرة وبعدين ندور عن مكان آمن في حياة والحياة بتكون موجودة مع وجود المية أظن كده أنه يقصد الواحة بالزبط يا شروق الواحة بتكون في الزحرة وفيها عيون مية وبيكون فيها حياة مظبوط تمام هي الواحة أيوة وقدرت أهزمك يا غلباوي وعرفت أماكن الرموز الإلكترونية طبعاً قاعد دلوقتي مش مصدق نفسه متحطم يا عيني ومتنك أما أكلم سافة فراحه بقى هيا دي بقى الواحة إيه بقى اللي المفروض نلاقيه هنا وممكن ندور على إيه صاحب الرسالة ما قالش أي حاجة خالص كل اللي فهمته من الرسالة إننا نيجي ودينا جينا هو اظهر وبان عليك الأمان آه لما شوف صاحب الرسالة ده كنت هتعملي إيه بس يا شروق قدينا جينا وخلاص يا رب ما يكونش ملقوب من ملعيب غلباوي إحنا تعبنا قوي على ما جينا هنا تفتكروا ممكن يكون غلباوي؟ وقاصد يبعدنا عن القرية علشان يستفرق بينا؟ ربنا يسطر أنا بصراحة تعبتي من المشوار ومش هقدر أدخل أي معركة دلوقتي خالص امسك نفسك شوية يا سينو تشجع سيف يا سيف ها؟ السود ده جاي منين؟ ها؟ ده جاي من جوة الخيمة دي راشد؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر